اشتركوا في القناة والامور تزداد تعقيدا بماذا تجيبه قال ابو علي التنوخ في كتاب الفرج بعد الشدة شكى اعرابي الى علي بن ابي طالب كرم الله وجهه شدة لحقتهم وضيقا في المال وكثرة في العيال فقال له عليك بالاستغفر فان الله عز وجل يقول استغفروا ربكم انه كان غطا الايات فعاد الاعرابي اليه فقال يا امير المؤمنين اني قد استغفرت الله كثيرا وما ارى فرجا مما انا فيه فقال له دققوا لعلك لا تحسن الاستغفار قال علمني قال اخلص نيتك واطع ربك اخوانا الكرام وصف نبوية نبوية في الصحاح اذا كان ثلث الليل الاخير قبل الفجر نزل ربكم الى السماء الدنيا فيقولوا هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه هل من طالب حاجة فاقضيها له من هو الكسول من هو العاجز من هو الأحمق من هو الغبي الذي يتكاسل ان يطلب من خالق السماوات والأرض والله ينتظرك ينتظرك انت في الصلاة تقول سمع الله لمن حميدك هو يسمعك الآن اطلب منه ان الله يحب الملحين بالدعاء يحب الملحين بالدعاء ان الله يحب من عبده ان يسأله شسع نعله اذا انقطع ان الله يحب من عبده ان يسأله ملح طعامه ان الله يحب من عبده ان يسأله حاجته كلها الامر بيده على كل شيء قدير جسمك بيده صحتك بيده اهلك بيده اولادك بيده من هم فوقك بيده اعداءك بيده الطغاة بيده فتدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم الدعاء سلاح المؤمن قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم ما معنى ان تدعوه اخوانا الكرام انا اعني ما اقول المسلمون مقصرون في الدعاء في دعاء شكلي في دعاء باللسان في دعاء والاعتماد على غير الله في دعاء مع الشرك وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون في دعاء مع الخوف من غير الله في دعاء والامل متعلق بغير الله كل هذه الادعية لا قيمة لها ولا وزن لها ولا يستجاب لها اما حينما تعقد الامل على الله وحينما تؤمن ان يد الله تعمل وحدها وان الله بيده كل شيء اليه يرجع الامر فاعبده وتوكل عليه حينما تؤمن ان كل حركة وسكنة بيد الله حينما تؤمن انه لا معطي الا الله ولا مانع ولا مانع ولا رافع ولا خافض الا الله ولا معز الا الله ولا مدل الا الله حينما تؤمن ان كل الاصنام التي في الارض ان كل الطغاة في الارض لا يستطيعون فعل شيء الا اذا سمح الله حينما تجعل علاقتك كلها بالله حينما تعقد الامل على الله حينما تتوكل على الله حينما لا ترى يدا تعمل في الكون الا الله حينما توحد يصح دعاؤك واذا صح دعاؤك استجاب الله لك فقويت عقيدتك قويت عقيدتك اياك ان تدعو الله وانت معتمد على زيد او عبيد اياك ان تدعو الله وانت ترى ان خلاصك بيد زيد او عبيد او ان زيد او عبيد ان شاء رفعك وان شاء خفضك فتقول يا رب دعا ما له معنى اطنقل انا اغنى الاغنياء عن الشرك انا اغنى الاغنياء عن الشرك ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل المشترك ولا يقبل على القلب المشترك ينبغي ان يرى الله قلبك خاليا الا من الاعتقاد به ان لا يرى في قلبك شريكا له عندئذ لا يقبل عليك ان لا يراك معتمدا على غيره ان لا يراك تخاف من غيره التوحيد اخوانا التوحيد اساس الدعاء حينما ترى انه لا اله الا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحينما ترى ان الله في السماء اله وفي الارض اله وفي الارض اله حينما ترى ان هؤلاء الطغاة عصي بيد الله يحركهم كما يريد حينما تقتدي بنبي كريم تحدى اقوياء امتي فقال فكدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم حينما توحد يصح دعائك واذا صح دعائك يستجاب لك واذا سألك عبادي عني فاني قريب اقرب الينا من حبل الوريد يحول بين المرء وقلبه اجيب دعوة الداعي اذا دعاني حقيقة اذا امن بي حقيقة اذا امن بوحدانيتي حقيقة اذا امن بانني فعال لما اريد حقيقة اذا امن ان الخير والشر بيدي لا بيدي خلقي انت حينما توحد تدعو واذا دعوت صادقا يستجاب لك وما امرك ان تدعوه الا ليجيبك وما امرك ان تستغفره الا ليغفر لك وما امرك ان تتوب اليه الا ليتوب عليك والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميدا عظيمة الدعاء سلاح المؤمن بل انني افهم قوله تعالى حينما يقول والذين هم على صلاتهم دائمون كيف دائمون تأكل وتشرب وتمشي في الطريق تؤسس عمل تدرس كيف دائمون بالدعاء الدعاء صنع الدعاء هو العبادة في رواية اخرى الدعاء مخ العبادة الآية الان قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم ما معنى انك تدعو الله المعنى الحتمي انت لا يمكن ان تخاطب جهة ليست موجودة يكون مجنون واحد اذا فاتت بيت طبيح هذا اشلال شو قوله كيف صحبك مجنون بيونه انت لا تخاطب جهة غير موجودة فاذا دعوت الله فانت حتما موقن بوجوده وانت لا تخاطب جهة لا تسمعك فاذا دعوت الله فانت حتما موقن بانه يسمعك وانت لا تخاطب جهة ضعيفة لا تستطيع حل مشكلتك عليك مليونين دين لا تأتي الى طفل في الحضان تقول له معك هذا المبلغ بيكون مجنون انت لا تدعو الا جهة موجودة وتسمعك وقادرة على تلبيتك وانت لا تدعو جهة قوية تسمعك وقادرة لكنها لا تحبك ما في انسان يطلب عدو فرد اذا انت حينما تدعو الله مؤمن بوجوده ومؤمن بسمعه ومؤمن بقدرته ومؤمن بانه يحبك فالذي يدعو الله معنى مؤمن الدعاء هو العبادة لذلك قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم فقد كذبتم اذا لمجرد انك مؤمن وموحد تدعو الله عز وجل الان صدقوا ايها الاخوة ما من شيء يقوي ايمانك بالله كالدعاء تدعوه بينك وبينه الامور تسير بشكل اخر لمصلحتك استجاب الله دعاءك يعني الله عز وجل اعطاك دليل واقعي عملي يقيني قطعي صارخ حاد انه سمعك واستجاب لك لا يزداد ايمانك الا بالدعاء اجعل الدعاء ديدنك في هذه الحياة اسأله كل حاجتك قبل ان تخرج من البيت اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك اشتركوا في القناة